هيدا أحلى محل أنا شفته بحياتي تعرفوا ليه؟ لأنه هون كان فيه ست سوسر سوسر أنا فعبت بسيك ما فيه إسيك يا طبطب ما فيه إسيك يا سوسر ما فيه إسيك يا سوسر قبني تركيك طلع لبرة لا 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 طلع لبرة رويا شميحة أنا اللي أعزمته لأساس فوزي باعرف إنه المحل إليك بس أنا ما أبعد مع واحد سكران وعم يخبس طلع لبرة بابا خلينا نظهر لبرة أنا معزوم وبيلت العبزيمي مش هيكست سوسر؟ يومنا طلع يا أبوك يا أحسن ما أبتلي فيه خليه يطلع من هذا المحل اللي ما إله فيه شي بابا إلي هذا المحل في زبراير كتير حلو إلي إنت بطلع برة مدىك تطلع ورجلك فوق راسي فارس فارس باما إليك فارس فارس يعني مش شوم عليك مدىك تطلع ورجلك فوق راسي اوه بابا بابا إليك بابا بابا يا عهي مش شوم عليك لبابا واحد مريض انت ما لك حتى تتعمل معاو هيك انت واحد مجنون أنا مجنون وأنتو شو؟ طبيعيين شو عم بصير معك فارس؟ لئها أقدم عصب فارس مكان متوقع شوف فوزي بايك هون بس هلأ هو عنا إنو إحنا منحترم كل ضيوفنا أنا عزمت كل أهل الضيعة بدون قصة السناء بليز روقوا أبو كي واحد وقح يا يا سما؟ واحد وقح جاي لهون سكران وعم يحكي على أمي يا عيبش شو ما عليكم بس؟ لك أنتو شو؟ عيلة مجرمين؟ عيلة بلا قلبه بلا عاطفة بتقتلوا القتيل بتمشوا بجناسته؟ الصبح بتدفنه أمكن وبالليل سهر ورأس وغناء؟ عيلة بلا إحساس؟ خلاص بقا لا مو خلاص أنا لازم أتشكرك بدي أتشكرك ست ياسمة بدي أتشكرك بإسمي وبإسم كل فرد من أفراد عائلتي شكرا لأنك من شوي خبرتونا أنكم رح تسامحونا عشان ما بعرف شو بدي أقول لك طمرتونا بالمعروف خجلتونا ممنونك لأنكم سامحتونا لأنكم قتلتونا ممنون لطفكم وإنسانياتكم خلاص خلاص أنا هميشي بيكون أحسن الله معك بابا بابا أنا ما بيشرفني أقعد معك بنفس المكان وخصوصي هذا المكان يا جماعة طولوا بالكم روقش أنت بزيات لا تدخل من الصهر خلاص خلاص تطلع براتة كل ياتا الله يخليكم روق السيس فوزة لو سمعت خيارة نفوت لجوه بتراجعي على سيارته أحسن ما أبتل فيه خلينا نمشي بابا خلينا نمشي لك خلاص يا جماعة بليز خلونا نرجع نفوت لجوه كرمالي خدوا نفس خلونا نكافز سهرة كمير كل الشغل اللي اشتغلناه بليز ممرهوب فيكن أبداً رح دفعك غالطة ماليهين الليهنتنا إيها الليلة ناطرك ناطرك لتدفعيني حقه دائماً الحق عليه كأنه أنا السكرى مؤبوكي